مصر كلها على بعض الدولة المصرية دي العظيمة دي اللي هي 103 مليون عندنا الوفيات السنوية عدد الوفيات سنة 2019 كم واحد مات في مصر كلها على بعض مات حوالي أو بالزبط خلينا أقول 571 ألف كم يا فندم؟ 571 ألف سنة كام؟ 19 سنة 20 أنا أسف سنة 21 مات 732 ألف رقم زاد شوي نسبة الوفيات سنة 20 كانت 6.5 بين كل ألف يعني كل ألف واحد بيموت في السنة حوالي 6.5 كل 7 في سنة 21 بين كل ألف بيموت حوالي 7.5 هو زادت ليه في 21 عشان كورونا وغيره باختصار عشان من تهش في الأرقام متوسط وفاة المصريين في اليوم الواحد من 1500 ألفين أقصى حاجة ألفين اللي هي في أستاء كورونا والأزمة بتاعت الجائحة في المتوسط العام أخر 10 سنين حوالي بين كل ألف ستة ونص بين كل ألف يعني عشان من توشي نحفظ رقم الوفيات في مصر من 1500 الألفين في اليوم الواحد ده معدل الوفيات معدل الوفيات من بين المية والتلاتة مليون عندي 1500 مواطن لألفين مواطن وفيات في اليوم هذا الكلام طبقاً ليه أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعني كلام موثق يبقى أول معلومة بقولها عشان أقولك أنه أصل فيه أول معلومة عدد وفيتنا اليومية 1500 الألفين يعني ممكن 1600 1700 تبقى ليه الجائحة والحالة الصحية وغيره لكنه من 1500 الألفين ده أقصى حاجة طيب أنا عايز أقول له هذا الكلام ليه هم اللي بيموتوا بيموتوا ليه أولاً الموت اللي هو ناس الشيخوخة والناس كبر سن يموت طبيعية يعني أمراض القلب وهي الأكثر أمراض السرطانية الأمراض البطنة والكبد وغيره الأمراض ضغط الدم والسكر يعني فيه أسباب كتير جداً للوفيات وموجودة بنسب يعني أكتر حاجة مسببات الموت في مصر مثلاً أمراض القلب السكتة الدماغية والسكتة الخلبية وغيره ده موضوع كبير مش يخش فيه من ضمن أسباب الوفيات في مصر اللي هم الـ 1500 اللي بيموتوا في اليوم يعني النهاردة يا إبراهيم 16 مات في مصر النهاردة يقول لنا يعني لو إحنا متواصلين مع غرفة العمليات في وزارة الصحة والسكان يقدر يقول لي النهاردة مات كام أو مبارح مات كام 1500 النهاردة مات ملا يقل عن 1500 مواطن مصر النهاردة فين عادي في عموم البلاد كلها طبيعي والنهاردة تولد قد إيه؟ مقرق برضو تسكيلات هتلاقي تولد النهاردة 3 أضعاف يعني 4 أضعاف ربنا زيده يبارك لكن عدد الوفيات اللي في مصر في يوم واحد أسباب الوفاة بتندرج تحت أسباب كثيرة جداً منها الحوادث منها إيه؟ الحوادث حوادث طرق مش في حوادث طرق كل يوم في حوادث طرق بتحصل ناس بتموت وبنسمع ده يا فلان مات في حدثة فلان كذا ربنا أحفظ الجميع وفي ناس بتموت نتيجة حوادث غرق ده يا فلان غرق ده مش عارفين في اسكندرية لا في النيل لا في المهرة في الترع معروف في ناس بتموت نتيجة إلغاء الحرق الحرائق يبقى إجمالاً عندي وفياتي 1500 أسباب الوفاء متعددة لكن منها حوادث من ضمن الحوادث الحرائق